لا شك أن تبيض الأموال في الخدمات غير التقليدية التي يقدمها القطاع المصرفي هو موضوع مهم وذو تأثير مباشر ليس فقط على القطاع المصرفي والبنوك التي يتكون منها هذا القطاع بل أيضا على الاقتصاد الوطني ككل ولذلك ارتأينا اليوم تسليط الضوء على هذه القضية وإيضا مناقشة موضوع أحكام التجارة الدولية الصادرة عن الهيئات العالمية مقارنة مع القوانين الوطنية وينضم إلينا في الستوديو المحلل الاقتصادي يعقوب السفري ليحدثنا أكثر عن هذا الموضوع مرحبا بك سيد يعقوب يعني بداية شكرا إليك يا سيدي شكرا إليك على الاستضافة أخي أهلا بك بداية سيد يعقوب بإجاز لو نعرف للمشاهدين غسيل الأموال أو طبيض الأموال يا سيدي طبيض الأموال هو مصطلح مالي أو بالأحرى مصطلح جزائي يستعمل لوصف قيام العصابات بتحويل الأموال التي يحصلون عليها نتيجة نشاطاتهم الغير قانونية تلك النشاطات الإجرامية مثل المخدرات هذه الجريمة التي يلفظها ويرفضها الأفراد والمجتمعات على حد سواء فتحاول هذه العصابات أو الاتجار بالبشر مثلا أو الاحتيال المالي تحاول هذه العصابات أن تحول هذه الأموال ممنوع التداول بها عن طريق المعاملات العادية يعني يمنع الشراء الممتلكات بوسطها أو إذاحها في البنوك فتحاول العصابات تحويلها من أموال جريمة إلى أموال مشروعة عن طريق التحايل على البنوك وبالتالي تمويل نشاطات شرعية نشاطات مقبولة نعم سيد عقوب هل برأيك إجراءات التي تتخذها البنوك هل هي إجراءات كافية أم غير كافية والله يا سيدي في شقين لهذا السؤال الشق الأول هو الخدمات التقليدية التي تقدمها البنوك مثل الخدمات التي تقدم الأفراد كالحوالات أو القروض الشخصية أو خدمات الفوريكس حقيقة في الأردن لدينا هناك نظام رقابي شديد وفعال ومن أفضل الأنظمة الرقابية في الشرق الأوسط وبالتالي ليس هناك تبيض أموال في القطاع المصرف الأردني في الخدمات التجارية الفردية نعم ولكن الخوف من حقيقة الخدمات التجارية لأن هذه الخدمات التجارية هي معقدة بطبيعتها وتحكمها مجموعة كبيرة من القوانين ليس فقط الوطنية ولكن أيضا أحكام غرفة التجارة الدولية كما تفضلت أخي علي وبالتالي ليس من السهل أبدا فرض رقابة على هذه الخدمات التجارية نعم يعني إذا كان هناك في اتفاق ما بين شركتين نعم أعضاء في شبكة إجرامية معينة يستطيعوا أن يقوموا بمعاملة استيراد وتصدير وهمية بهدف تبيض كميات كبيرة من النقود نقود الجريمة عبر الجهاز المصرف إذن كيف تستطيع البنوك أن تتفادى مثل هذه المشاكل يا سيدي هذا سؤال مهم جدا وسؤال صعب كمان أخي علي حقيقة أهم شيء أعتقد أنه يجب على كل بنك أن يضع مجموعة من التعليمات الداخلية التي تضمن سلامة المعاملة التجارية ليس فقط سلامة المستندات لأن سلامة المستندات تستطيع أي مؤسسة أو أي جهة غير شرعية أن تقدم مستندات مزورة وتبدو في ظاهرها أنها مستندات سليمة ولذلك يجب على البنك أن لا يتأكد فقط من سلامة المستندات المقدمة بل يجب أن يتأكد من سلامة المعاملة وبالتالي يجب وضع مجموعة كاملة من القوانين والتعليمات الداخلية التي تضمن تنفيذ فقط المعاملات السليمة وتجنب وإقاف أي معاملات مشبوهة هذا الشيء الرئيسي وأهم أعتقد الموضوع الأهم هو أن يقوم كل بنك تجاري وخصوصا تلك البنوك التي تنفذ معاملات استيراد والتصدير بمبالغ كبيرة أن يقوموا بمنح سقوف ائتمان التسلات الائتمانية وخصوصا سقوف الاستيراد والتصدير لعملاء يثقوا تماما ليس فقط بملائتهم المالية ولكن بحسن سيرتهم وأيضا بشرعية المعاملات التي يقدمونها لأنه اليوم في شركات تجارية تستطيع أن تقدم ميزانيات مثالية ووضعها المالي كثير ممتاز لديهم أموال ويستطيعوا أن يقدموا أي ميزانيات تظهر وضع لائق ولكن في حقيقة الأمر تكون نشاطاتهم غير سليمة وبالتالي البنك لا يستطيع أن يعتمد فقط على البيانات المالية للشركة المقدمة لكي يتخذ قرار ائتماني سليم فيما إذا كان يريد أن يمنحها سقوف تسلات الاستيراد والتصدير أم لا يجب على كل بنك أن يضمن أنه ضباط الائتمان لديه قادرين على تحليل وضع المالي الوضع الائتماني للشركة بشكل سليم وليس الوضع المالي لأن الوضع المالي كما قلنا يستطيعون تزويره وهل ضباط الائتمان جاهزين لهذا الموضوع؟ والله يا سيدي مفروض أن يكونوا كذلك كأشخاص كأشخاص مفروض أن يكونوا العملية عملية إدارية يعني أعتقد أن المسؤولية هي مسؤولية الإدارات العليا لكل بنك ومسؤولية مشتركة طبعا بالضبط يجب أن يتيحوا أو يوفروا برامج تدريبية وكل ما يتطلب لتزويد هؤلاء الضباط بالمعلومات الفنية والعلوم المالية التي تؤهلهم من ليس تحليل الوضع المالي للشركة لأنه ضابط الائتمان ليس مسؤول عن تحليل الوضع المالي فقط بل يجب أن يكونوا قادرين على تدقيق ميزانيات البنوك والتأكد من أن هذه الأموال فعلا تعكس نشاطات شرعية وبالتالي يجب تحليل الائتماني وليس المالي صحيح سيد عقوب إحنا قبل أن ندخل على استوديو تحدثنا عن رقم أنت حكيت لي عنه اللي هو الرقم حجم الأموال التي تبيضت بالعالم اللي هو للسنة هديك ولا للسنة هاي لا والله قبل سنتين قبل سنتين كان الرقم مخيف جدا يا أخي علي وهو تريليار وخمسمائة مليار دولار تخيل تريليار وخمسمائة مليار دولار اللي هو ألف مليار ألف مليار أموال جريمة تبيض عبر جهاز المصرف الدولي وهذا رقم خطير ومؤشر يدعونا لأخذ أقصى درجات الخيطة والحذر وحتى يعني هذه رسالة للبنك المركزي أنه من المفروض أن تفرض رقابة صارمة ليس فقط على الخدمات الفردية التي تقدمها المصارف ولكن أيضا على الخدمات التجارية طيب سيد يعقوب يعني إحنا للبنك المركزي في دور مراقبة يعني دور مراقبة كبير تلخصنا دور البنك المركزي في مراقبة عملية طبيض الأموال باختصال يا سيدي البنك المركزي يعني أبل بلاء حسنا حقيقة في الفترة الماضية في مراقبة المعاملات المباشرة المصرفية يعني سحب أموال قروض شخصية ودائع حوالات يعني هذه لا يمكن التلعب فيها لأنه في حقيقة عليها رقابة كبيرة ولكن للأسف موضوع الخدمات التجارية الاستراد والتصدير هذا موضوع يعني يتطلب أكثر من يعني جهاز واحد يتطلب عدة أجهزة وحقيقة يعني هناك جهاز متخصص في مراقبة طبيض الأموال بالبنك المركزي اسمه دائرة طبيض الأموال ولكن للآن أعتقد أن هذه الدائرة بحاجة إلى مراجعة الإجراءات التي تتخذها وخصوصا في ظل يعني تعويم المعاملات التجارية والسماح بالاستراد والتصدير بدون أي نوع من الرقابة يعني في الحقيقة أستاذ يعقوب يعني هذا موضوع لنحكي طويل جدا يعني وبيحتاجه أكثر من الحلقة وإحنا إن شاء الله بالاقتصاد اليوم رح نتابع هذا الموضوع معاك بس يعني في النهاية رسالة للاقتصاد اليوم إيش بتحب توجه؟ والله يا سيدي أتمنى أن تقوم وزارة المالية ومجلس النواب بمساعدة البنك المركزي في فرض رقابة أيضا على البنوك وأتمنى أن تقوم البنوك أيضا وإدارات البنوك بتزويد مجلات وكتب لموظفيها حتى يعرفوا خطورة هذا الموضوع وأهميته يعني أخي علي البنك الذي يستطيع أن يتلافى المسؤولية القانونية يتلافى المسؤولية القانونية هذا شيء سهل أما تلافى المسؤولية الاجتماعية يعني إذا ثبت أنه في بنك من البنوك تورط في عملية طبيض أموال فهو بالتأكيد يعني سيتعرض لخسائر جسيمة تتجاوز كثيرا الخسائر القانونية نعم سيد عقوب يعني إحنا عذرنا يعني إحنا بودنا أن نكمل معاك لكن شكرا إلىك سيد عقوب لتواجدك معنا بالستوديو إذن بهذا اللقاء نكون قد وصلنا إلى نهاية أو لفقراتنا وبعد الفاصل سنتابع آخر الأخبار أو آخر أصبا آخر أخواء آخر أخبار الأسواق المالية وأيضا سيكون لنا جولة سريعة على أهم الأسعار فانتظرونا